هين نقطعهم؟ الجيش السوري أتي من حيث لا يتوقع فعشرات من عناصره والميليشيات الموالية له قتلوا في معركة مفاجئة في الغطة الشرقية المعركة أطلقها ما يسمى بجيش الإسلام وعدة فصائل معارضة خلال هذه المعارك سيطرت المعارضة المسلحة على عشرين موقع للنظام السوري أبرزها قيادة الأركان وفرع الأمن العسكري حيث بدأت بتحرير تل كردي والمواقع المحيطة بسجن النساء وتم بفضل الله سبحانه وتعالى تحرير المنطقة بالكامل بعد اشتباكات عنيفة أدت إلى سقوط كافة القطعات والثكنات العسكرية في المنطقة والحواجز والتجمعات والدشم نتائج هذه المعركة أربكت النظام السوري فالمناطق التي خسرها في الغوطة تعتبر سراتيجية وتماهد لمعارك أخرى في دومة ودارية والمعظمي وغيرها عدا عن أن الطريق الذي يعمل النظام على تحصينه بين دمشق وحمص لتأمين الخط إلى الساحل أصبح تحت القوة النارية للمعارضة تطورات الغوطة انعكست أيضا على معركة مهمة بالنسبة للنظام في ريف دمشق إنها معركة الزبداني التي يبدو أنها ستستمر في استنزاف الجيش السوري وميليشيا حزب الله فالنظام اضطر لصحب عدد من قواته وألياته من محيط المدينة لتعزيز مواقعه على جبهات الغوطة أمر سيدفع المعارضة إلى محاولة رفع الحصار عن المدينة ويبدو أن المعركة انطلقت حيث تفيد أنباء الناشطين بمقتل نحو خمسة عناصر من حزب الله في الزبداني بعد أن كان الحزب قد خسر العشرات من عناصره خلال معارك الأيام الماضية معركة الغوطة تطور مهم لهما بعده هكذا يقول المراقبون الذين يقرون في المعركة تصعيدا ميدانيا من كل المعارضات المسلحة التي تختلف في ولاتها ربما تأتي هذه المعركة في إطار الرد على الإسرار الإيراني ببسط الهيملة على دمشق وريفها وربما اقتنعت بعض فصائل المعارضة بأن عمليات القدم الإيراني لن تستثنيها فتحركت قبل أن تسقط مناطقها على غرار ما حصل في القصير ويبرود وبقية مدن القلمون ترجمة نانسي قنقر